موسيقى الفرض رقم اثنان الدورة الثانية مادة اللغة الفرنسية الموسيقى الرابع ابتدائي контрول numéro 2 le deuxième semestre la matière de la langue française niveau de la quatrième année d'enseignement primaire ادن دوزو الاسئلة la partie grammaire ادن قسم التراكيب la première question السؤال الوال سولني le COI et entour le COD dans la phrase suivante ادن طلبو من نفسه الاول من قسم التراكيب باش نسترو على le COI اللي هو le complement d'objet indirect المفعول به غير مباشر و باش نقطرو le COD اللي هو le complement d'objet direct المفعول به مباشر في الجمل التالية ادن عندنا الجملة الاولى la première phrase il répond à son professeur ادن هو يجيب أستاذه ادن هو تجاوب على الأستاذ ديالو ثم الجملة التالية la deuxième phrase فاطمة فاطمة تتكلم مع صديقاتها ادن فاطمة تتكلم مع صحاباتها ثم الجملة التالية la troisième phrase إذن الحارس يفسر الأخطار أو المخاطر ثم الجملة الرابعة la quatrième phrase لسوار فاطمة إذن في المساء فاطمة ورفيقاتها يخرجون أو يخرجنا إلى المدينة إذن في المساء فاطمة والزميلة ديالا فتخرجوا لمدينة ثم الجملة الخامسة إذن هي تتذكر العطلة ثم الجملة السادسة la sixième phrase إذن هي تذهب في عطلة في شهر المساء مفعول به مباشر وبين المساء 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 مفعول به غير مباشر إذن كيف تتميزه بينهم فبالنسبة المساء 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 مفعول به مفعول به مباشر فتتكون الإجابة على الأسئلة التالية تتكون كي من أو لا كوا ماذا هذا بالنسبة لسيودي تتكون فيه كي في السؤال أو لا كوا ماذا بالنسبة لسيودي المساء 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 مفعول به غير مباشر فتتكون الإجابة على الأسئلة التالية تتكون أكي بمن أو لا كوا بماذا أو لا دوكي بمن أو على من وبالنسبة الجواب للسؤال أيضا دوكوا أي من ماذا أو على ماذا إذن فبالنسبة لسيودي فتنجاوب على السؤال كي أو لا كوا وبالنسبة لسيودي فتنجاوب على الأسئلة أكي أو لا أكوا أو لا دوكي أو لا دوكوا إذن نبدأ في الإجابة على هذا السؤال الأول بالنسبة الجملة الأولى عندنا إيل غيبون أصن بروفيرسور إذن هو يجيب أستاذه أو يجيب على الأستاذ دياله إذن هنا سوف نطلح السؤال باش سوف نلقاو واش الأمر تتعلق لسيودي لسيودي مفعول به غير مباشر أو لا تتعلق الأمر بلسيودي لسيودي لسيودي مفعول به مباشر إذن سوف نطلح السؤال قال لنا إذن إنه يجيب أكي على من جاوب على من جاوب فجاوب على الأستاذ ديالو إذن هنا فعنا un COI وهو مفعول به غير مباشر إذن هنا سنطرع على أستاذ ديالو على أستاذ ديالو ثم ندوز الجملة الثانية فاتيما بأغل أسيزامي إذن نفس الشيء سنطرح السؤال فاتيما بأغل أكي إذن فاطيما بأعلامل كانت تتكلم معامل كانت تتكلم فاتيما بأغل أسيزامي إذن فاطيما بأغل أكي إذن فاطيما معامل كانت تتكلم فكانت تتكلم مع الصديقات ديالو إذن هنا كذلك فعلنا un complement d'objet indirect اللي هو مفعول به غير مباشر حتى عندنا اكي إذن فاطمة parle a ses amis إذن ستروع a ses amis اللي هي complement d'objet indirect مفعول به غير مباشر ثم ننتقل الجملة الثالثة لتخوزين فراز إذن الحارس يفسر المخاطر أو الأخطار إذن هنا قد نطرح السؤال إذن هذا الحارس شنو تفسر يفسر ماذا إذن هنا فعلنا un complement d'objet direct اللي هو مفعول به مباشر حتى عندنا quoi إذن ستروع أو نوضع إطار على les dangers اللي هو le complement d'objet direct مفعول به مباشر إذن le guard explique les dangers الحارس يفسر المخاطر إذن نوضع إطار على les dangers اللي هي complement d'objet direct مفعول به مباشر إذن نتقل الجملة الرابعة لسوار فاتيما إسيكوبين سخت أ لفيل إذن في المساء فاطيما ورفيقتها يخرجنا إلى المدينة إذن هنا شنو السؤال اللي ممكن نطرحو خذنا نطرحو السؤال بأ أو إذن إلى أين لسوار فاتيما إسيكوبين سخت أ أو إذن في المساء فاطيما ورفيقتها يخرجنا إلى إذن هنا عندنا un COE اللي هو complement d'objet indirect مفعول به غير مباشر اللي هو أ لفيل هنسترع لأ لفيل اللي هو سيت un COE ثم انتقل الجملة الخامسة للسنكيم فراز إلس سووين دي vacانسة إذن هنا يسا دكارنا العطلة إذن سوالي ممكن انترحو إلس سووين دي كوا إذن هنا يسا دكارنا مادا إذن هنا عندنا كذلك un COE اللي هو complement d'objet indirect مفعول به غير مباشر اللي هو دي vacانس انسترع اللي هو سيت un COE ثم انتقل الجملة السادسة لسيزيام فراز إذن هنا يذهبنا إلى العطلة في شهر يوليوز إذن شنو السؤال ممكن انترحو إذن في أي شهر يذهبنا هما إلى العطلة إذن غالين نجاوبه ان جوية اللي هو في شهر يوليوز إذن هنا كذلك عنا un complement دوبجي اندريكت ان سيوي اللي هو مفعول به غير مباشر اللي هو انجوية سترع لانجوية في شهر يوليوز إذن ف كما قلنا في القاعدة فبالنسبة لسيوي فهو نترحل السؤال با كي أو لا اكوا أو لا دو كي أو لا دو كوا دائما تكون عنا مباشرة سيكون عنا طرح السؤال يأم بكي من أو لا كوا ماذا نتقل لسؤال رقم اثنان ريكري سي فراز على فرم نيغاتيف إذن طلبونا النفس سؤال الثاني باش نعودو كي سابس الجمل في صيغة النفي إذن عندنا جملة الأولى ستارب يبين بروتيجي إذن هذه الشجرة هي محمية وعندنا نيغاتيون ديالها لفرم نيغاتيف أعطونا كمثال ستارب نبا بيان بروتيجي إذن هذه الشجرة ليست محمية جيدا إذن فهذا أعطونا كمثال إذن سنتبنوا على هذا المثال ونجاوبوا على باقي الجمل إذن عندنا الجملة الثانية لديزم فراز فاطيما تتكلم مع صديقاتها إذن نطلب مننا نعطيه الفرم نيغاتيف ديال هذه الجملة السيغة ديال النفي ثم الجملة الثالثة لترازين فراز تغامس تغامس الفي مرت إذن أنت تجمع الأوراق الميتة إذن كذلك نطلب مننا نوجد الفرم نيغاتيف سيغة ديال النفي ديال هذه الجملة إذن لربانس ديال ديال السيغة لقم إثنان سيغة سيغة نيغاتيف إذن نطلب مننا كتابة هذه الجملة إلى سيغة النفي إذن وما أعطونا جملة في سيغة الإقرار اللي هي laffirmation نطلب مننا نحولوها لفرم نيغاتيف سيغة ديال النفي إذن لدينا الجملة الأولى لبقم فراز أعطوها لنا كمثال سي تغبر اي بيان بروتيجي هذه الشجرة محمية جيدا وعطونا السيغة ديال النفي لفرم نيغاتيف سي تغبر نيبا بيان بروتيجي هذه الشجرة لست محمية جيدا إذن تنعرف بالنسبة للسيغة ديال النفي لفرم نيغاتيف فتنستعمل إما نيبا أو لا نغيان أو لا نبلو أو لا نجامل إذن هذن هما اللي تنقوم بهم تنستعملهم هذه الأدوات اللي تنستعملهم بالنسبة للسيغة ديال النفي إذن نجاوب على الجملة الثانية لدوزين فراز فاطمة تتكلم مع صديقاتها إذن ممكن نجاوب بالسيغة النفي نخدم نبا نقول فاطمة نبا لبا أس زامي إذن ففاطمة لا تتكلم مع صديقاتها إذن بعدما كان لدينا لفورم أفرماتيف الصيغة الإقرارية اللي هي فاطمة بارل أسيزامي فاطمة تتكلم مع صديقات دياله حولنا الصيغة النفي اللي هي لفورم نيغاتيف فاطمة من بارل بار أسيزامي إذن فاطمة ما تتكلم مع الصديقات دياله ثم الجملة الثالثة لتخوز الفراز تغمس الفي مرت إذن أنت تجمع الأوراق الميتة إذن هنا ممكن نقول كجواب بالنسبة لفور النهج الصيغة للنفي تنغمس الفي مرت إذن أنت لا تجمع الأوراق الميتة من هكذا ف درنا الصيغة ديال النفي بالنسبة الجملة الثانية وكذلك استيغى ديال النفي الفرم النغاتي بالنسبة الجملة الثالثة فوضفنا الأدوات نبار إذن فاطمة نبار لبار السيزامي فاطمة لا تتكلم مع صديقتها ثم أن تنغمس لفي مرت إذن أنت لا تجمع الأوراق الميت الثالثة نتقل للسؤال الثالثة سوليني الفراز نغاتيف وانتور للمو ديال نغاتيان إذن نطلب من نفس سؤال التالي لنضع واحد السطر على الجمل النفي اللي في الصغة النفي ونضع واحد الإطار على الكلمات أو الأدوات اللي استعملناها في هذا النفي إذن عندنا الجملة الأولى لابرمية فراز لارب بوس دون من جاردان إذن الشجرة تنمو في حديقتي الجملة الثانية لدوزم فراز البستاني لا يسقيها أبدا البستاني لا يسقيها الشجرة أبدا مع مرة ما سقاها ثم الجملة الثالثة لتوزم فراز هذا الرجل أو هذا السيد لا يحافظ على الغابة الجملة الرابعة لكاتريم فراز لكاتريم فراز إذن الجو جميل اليوم الجملة الخامسة لكاتريم فراز إذن أنا لا أحب القهوة إذن طلب من نفاذ الجمل نستروا نستروا على الجمل اللي فيها سيغة ديال النفي لكاتريم فراز لكاتريم فراز نستروا الأدوات ديال النفي اللي هي لكاتريم فراز لكاتريم فراز نيغاتيف إذن نضع واحد السطر على الجمل اللي فيها السيغة ديال النفي وإذن نضع واحد الإطار على الأدوات أو الكلمات ديال النفي إذن عند الجمل الأولى لأبرامي فراز لأغب بوس دان من جردان الشجرة تنمو في حديقاتي إذن أنا فا سيكون فراز أفيرماتي فهي سيغة إقرارية فما فيه السيغة ديال لا نيغاتيون ما فيه سيبا ينفخز نيغاتيف إذن فما غديش نوضع السطر على هذه الجملة الأولى ثم الجملة الثانية لأدوزي الفراز لجرداني نلغز جامي إذن البستاني لا يسقيها أبدا إذن فهذا البستاني اللي يتقى بالجرد فما تسقيش هذه الشجرة معمره ما تسقيها إذن هنا عندنا السيغة ديال النفي c'est une phrase نيغative إذن سيطر على الجملة الثانية الجارديني نلغز جامي ثم رضي نوضع واحد الإطار على الأدوات ديال النفي اللي هما للمو ديال نيغاسي ن جامي ثم بالنسبة الجملة الثالثة لتخوزين فراز لمسيو أو سمسيو ن بتج با لفوري إذن هذا الرجل لا يحافظ على الغابة إذن هنا كذلك فعندنا فراز نيغاتيف جملة في صيغة النفي إذن سترع للجملة الثالثة سمسيو نبروتيج با لفوري إذن هذا السيد لا يحافظ على الغابة ونضع واحد الإطار على أدوات النفي اللي هما نبا ثم انتقلوا الجملة الرابعة الكاثرين فراز إذن الجو جميل أو صحب اليوم إذن هنا فما لدينا السيغة للنفي إذن لا يحافظ نيغاتيف إذن لا يحافظ نضع واحد السطر على الجملة الرابعة اللي هي ستين فراز آفرماتيف جملة إقرارية ما فيه السيغة للنفي ثم مندوز الجملة الخامسة على سنكين فراز نفي بلوس جن النفي ستين فراز نيغاتيف جملة فيه السيغة للنفي إذن سترع الجملة الخامسة نفي لا تقوم بهاد العمل التي فه الشغل ثم نضع الهيطر على الأدواز للنفي المان لنه نفي نفي ثم الجملة السيدي ستين فراز جن لك لك فراز أنا لك أحب القهوة إذن هنا فعلنا كذلك ستين فراز نيغاتيف جملة في صيغة النفي إذن سنستطر على هذه الجملة السادسة وهي Je n'aime pas le café ستين فراز نيغاتيف جملة في صيغة النفي ثم سنضع واحد الأيطار على الكلمات أو الأدوات ديال النفي اللي هما les mots de la negation اللي لدينا an هنا أبوستروف اللي هي null وعندنا pas إذن هنا ما ديما ديلا نيغاتيف جملة في صيغة النفي